اشتركوا في القناة تقديم الخدمات وفق خطط ومنهجية معينة تتناسب مع الشهر الكريم ومن هذا المنطلق تأتي الخدمات التي تقدمها ادارات الوزارة الداخلية ومن بينها الادارة العامة للمرور والتي اعدت خطة مرورية من اجل ضمان سياب الحركة المرورية خلال ايام شهر رمضان ومعالجة الازدحامات التي تزيد في اوقات الذروة لدارة العامة للمرور وضعت خطة مرورية متكاملة في شهر رمضان المبارك ونركز على فترة الذروة الصباحية بما انه الدوام الرسمي للقطاع الخاص وقطاع الحكومة في نفس الوقت وفترة الظهر ايضا بنفس المقابل ونركز على طبعا الاسواق التجارية وايضا لدينا بعد المساجد لاداء الصلاة هناك شوي تزداد حركة المرور في هذه المواقع بما انه في شهر رمضان صلاة التراويح احنا نركز طبعا اكثر شيء على الخروج المبكر لطبعا في فترة الدوام الرسمي وعندنا في فترة الذروة المسائية اللي قبل مدفع الافطار هناك استعجال من قبل السواق اثناء توجههم الى المنازل لتناول وجبة الفطور فهذه طبعا هناك احنا نسجل بعض الحوادث بخلال السرعات العالية اللي رصادناها من العوام الماضية وفي سياق متصل تقوم غرفة العمليات الرئيسة من خلال الخط الساخن تسعة 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 بتلقي البلغات والتواصل مع الادارة العامة للمرور في اطار تقديم خدمات امنية متكاملة وبالسرعة والكفاءة المطلوبة تم الاستعداد المسبق لهذا الشهر الفضيل وضع خطة امنية شاملة كما تم تكثيف الجهود الامنية وتسيير الدوريات حال الشوارع الرئيسية والمواقع الحيوية خلال وقت الافطار ووقت السحور كذلك تم تسيير الدوريات الامنية حول المساجر خلال صلاة التراويح وصلاة الغياء كما نأكد استعداد غرفة العمليات الرئيسية لتلقي كافة البلغات على الخط الساخن تسعة 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 وذلك لتقديم المساعدة واذا كانت السلامة المرورية غاية نبيلة فان الحفاظ عليها مسئولية جميع مستخدمي الطريق وتتطلب بالدرجة الاولى التزام سائقي المركبات بالقواعد والانظمة المرورية والتعاون الكامل بين كافة عناصر المنظومة وصولا الى امن وسلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر